مسلحان اثنان في كل كيلومتر مربع واحد ونحو ستين ميليشيا حصيلة وصفت بالمرعبة كشف عنها مسؤولون محليون في ديالا وهو ما يفسر أسباب الانهيار الأمني المستمر في المحافظة المجاورة لإيران ديالا أصبحت مرتعاً للميليشيات الولائية على مساحة لا تزيد عن ثمانية عشر ألف كيلومتر مربع تتصارع فيما بينها على تهريب المخدرات والنفط والأدوية والاستلاء على الأراضي وترتكب مجازر بحق المدنيين وسط تواطئ حكومي بسبب ارتباط بعض الجهات والأحزاب بهذه الميليشيات في وقت يكتفي رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني بتصريحات اعتبرت فطفاضة لم يجرؤ فيها على تسمية الأسماء بمسمياتها خلال مطالبته الأجهزة الأمنية بتحمل المسؤولية وتحديد المجرم في ديالا وهو أعلم الناس بهوية هم تصعد وجود الميليشيات في ديالا بشكل مكثف بعد عام 2014 وبعد عام واحد من ذلك التاريخ الذي أعلن فيه زعيم ميليشيا بدرهاد العامري خلو المحافظة من تنظيم داعش واليوم يؤكد مسؤولون أن الميليشيات بدأت تسيطر على كل نشاط تجاري وتفرض إتوات على المحال التجارية وطرق الشاحنات القوات الأمنية في ديالا لطالما دأبت على الترويج بأن ما يجري في المحافظة هو نتيجة خلاف أو اقتتال عشائري في وقت أكد النائب عن ديالا رعد الدهلك أن ما يجري في المحافظة هو صراع عصابات ومافيات إجرامية تقف خلفها جهات خارجية وداخلية كما يؤكد مراقبون أن مخططا للتغيير الديمغرافي يجري العمل عليه لمصحة إيران التي ما زالت تنظر لشواطئ البحر المتوسط مرورا بديالا